اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة الرئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية لشعبة البرلمانية ان النهضة التشريعية التي تشدها مملكة البحرين والانجازات البرلمانية على المستوى المحلي والدولي يمثلان ثمرة للمشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية المتسارعة في التقدم ونتاجا للتعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة واشارت معاليها الى ان سمعة مملكة البحرين الطيبة وسياستها الخارجية الحكيمة والمتزنة وما حققته من نتائج متميزة على الصعيد الدبلوماسية البرلمانية خلال السنوات الاخيرة عكس نضوج المسيرة البرلمانية الثرية وجعل المملكة تحظى بالثقة الدولية لاستضافة الدورة السادسة والاربعين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مارس القادم جاء ذلك خلال اجتماع معالي رئيسة مجلس النواب صباح اليوم مع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى والوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة والتي عقدت في جمهورية رواندا مؤخرا واستمعت معاليها الى نتائج مشاركة الشعب البرلمانية والاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وتابعة للاجراءات والخطوات المرتبطة باستعدادات مملكة البحرين لاستضافة عمل جمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وشيدة معاليها بالحرص الذي تبديه اللجنة على تكثيف الاجتماعات واللقاءات التنسيقية مع مختلف المؤسسات والجهات وذلك من اجل ضمان نجاح مملكة البحرين في استضافة اكبر اجتماع برلماني دولي اشتركوا في القناة